اشتركوا في القناة لا يخفى على أحد تلك الجهود العظيمة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء في دفع عجلة التنمية وترسيخ دعائم النهضة الحضارية وإحلالها على جسد كل مجال من مجالات العمل الحيوية في المملكة فهو وخلال عقود خلت استطاع بسؤددة نهجه وبحنكة فكره المجغول برفعة البحرين ورخاء العيش لشعبها الحفاظ على منسوب حيوية دفة قارب الإدارة الناجعة في احتواء العديد من المواقف الصعبة وسن متنوع القرارات الصائبة التي تصب في صالح الوطن والمواطن عبر نافذة مجلس وزاري لا يدخر طاقمه أي طاقة من أجل تنمية الإنسان البحريني بالمقام الأول وجعله محور كل فعل تنموي من شأنه الوصول إلى تحقيق أعلى طموحاته وتلبية أبرز متطلباته التي تمهد له الطريقة ليكون عنصرا منتجا يراهن الجميع على قدرته في ازدهار محيطه وتطور مجتمعه ولطالما كان وما زال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء منارة مجد وعنوانا متلالئا بحروفه الضامة لفحوى مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات زاخرة بمحطات تجبرك التريث عندها ومطالعة سجل واسع من العطاء الذي لم ولن ينفذ نبعه الذي منفكت ماءه تروي جسد التحديث وتبقي على نشاط الدم في عروقه الآمال لا تنتهي وما دمنا نعمل فإن الآفاق ستبقى أمامنا رخبة للعمل جملة رددها أمير السلام وشعلته الوضاءة التي لم ينطفئ وميضها يوما عبارة فيها كم هائل من التحفيز والتغلب على كل ما قد يقف في وجه بناء الدولة الحديثة المستند على اقتصاد قويا ومتنوع يتوجه بثبات نحو تحويل التصورات إلى واقع ملموس حول البحرين إلى نموذج يحتذا به في المنطقة والعالم أجمع لتصبح مركزا ماليا رائدا لا تركسه معيقات ولا تقف في وجهه أي عقبة قد تفرزها معطيات عالم المال والأعمال بين الحين والآخر ترجمة نانسي قنقر